من القاهرة ينضم إلينا السفير مهند العكلوك منذوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية أهلا ومرحبا بك معنا سيد مهند ربما استمعت وإيانا إلى بعض ما تحدث عنه منذوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة والمطالب كما يقول برفع هذه المظالم عن الشعب الإسرائيلي في ظل ما نشهده من مواقف أمريكية وغربية مؤيدة وداعمة لإسرائيل هل قمتم بأي جهود هل دعوتم لأي اجتماعات هل هناك أي اتصالات مسارات ديبلوماسية من الجانب الفلسطيني نعم أختي العزيزة هذه العقلية العنصرية التي يتحدث بها منذوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة إنما يفضح نفسه عندما يتحدث عن حقوق الإنسان لدى الإسرائيليين اليهود ويتناسى 2300 طفل فلسطيني قتلوا وذبحوا في فلسطين عندما يتحدث عن الأطفال الإسرائيليين ويتناسى عائلة دوابشة التي أحرقت في منزلها وهي آمنة في منزلها هذه هي العقلية العنصرية التي تعتقد بأن لليهود الإسرائيليين الصهاينة الحق في الحياة لأنهم ربما من بشرة مختلفة وليسوا سمرا كهذه الأرض ليسوا من هذه الأرض فيعتقدون أن لديهم الحق بأن يعيشوا بحقوق إنسان وبحرية أما الفلسطيني فإنه يذبح كما يذبح شيء غير الإنسان هذا العنصري الاحتلالي الإسرائيلي الذي قال وزراء حكومته الإرهابيين أحد الوزراء الذي قال بن قفير قال يحق لي ولعائلتي أن أمشي في شوارع الضفة الغربية أكثر مما يحق للشعب الفلسطيني هذا العنصري العقلية العنصرية التي قال وزير المالية الإسرائيلي وزيره من نفس العقلية بأن حرض بأن تمحى قرية حوارة عن الوجود هؤلاء المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على إحراق الشعب الفلسطيني إحراق القرى والممتلكات الفلسطينية يريدون أن ينسفوا المسجد الأقصى المبارك لدينا ست آلاف إسرائيلي مستوطن متطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين في العشرة أيام الماضية هم يعتقدون بأن لديهم الحق في الحياة أما الشعب الفلسطيني فيستحق الموت هذه العقلية العنصرية قرفها العالم قرفها الشعب الفلسطيني ويجب أن تكون مفضوحة أمام الجميع ولكن سيد مهند بالمقابل هناك دعم واضح وهناك زخم تحديدا من الجانب الأمريكي والتصريحات التي وردت فقط قبل قليل عن إرسال عتاد وربما أيضا تحريك سفن حربية وطائرات عسكرية قرب إسرائيل لإظهار الدعم لها إذن هناك فعليا تحركات جدية داعمة لإسرائيل وهذا ليس بجديد على الجانب الأمريكي أو على الغرب بشكل عام ما الذي من الممكن القيام به اليوم كجانب فلسطيني فعليا لربما إحلال بعض التوازن إذا صح التعبير من المواقف الدولية نعم ليس غريبا أختي العزيزة على الولايات المتحدة الأمريكية التي ساهمت بإنشاء إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني مع بريطانيا من خلال وعد بلفور المشؤوم ليس غريبا على الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم حق النقد الفيتو لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في منظومة الأمم المتحدة ليس غريبا على هذه الإدارة الأمريكية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي بمليارات الدولارات نعم أن تحرك أساطيلها للدفاع عن سادس أقوى جيش في العالم لقد رأينا نتنياهو قبل عشرة أيام من على منبر الأمم المتحدة يرفع خريطة وقد مسح من عليها وجود الشعب الفلسطيني ويقول لا تمنحوا 2% من العرب وهم الشعب الفلسطيني الفيتو على السلام هذا الذي كان يبيع الأوهام للعالم بأن إسرائيل حل وليست مشكلة الآن يظهر مكسور الوجه مكسور الأنف وقد مرغ أنفه بالتراب ليستدعي ليعلن حالة الحرب ويستدعي الأساطيل الأمريكية وهو كان قبل أيام يسوق نفسه على أنه هو الحل للأمن والحل للتكنولوجيا العسكرية والحل الاقتصادي والحل الزراعي إلى آخره نعم أختي العزيزة في هذا الموضوع نحن قد طلبنا من جامعة الدول العربية الاجتماع بشكل عاجل وفوري على مستوى وزراء الخارجية لأولا تحميل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحكومة المتطرفة الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي التي تحتوي على عناصر إرهابية من نوع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة نريد من أشقائنا العرب أن يدعمونا أن يدعمونا ليس فقط بالقرارات التي لا تجد طائلا منها ليس فقط بالبيانات التي لا تخرج من أدراج الجامعة العربية وإنما دعم حقيقي في مقابل ما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الاحتلال الإسرائيلي لذلك نحن نتوقع بأن تقوم جامعة الدول العربية بتحميل الإسرائيل المسؤولية عن عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عشرة شهور كم مدينة فلسطينية تم اقتحامها كم طفل فلسطيني تم قتله كم عائلة تم إحراقها كم مزرعة تم إحراقها الكثير من الأحداث سجلت سيد مهند هل أخذتم إجابة من الجامعة العربية هل هناك أي تحديد لموعد بما يخص هذا الاجتماع أم حتى الآن لم تتلقوا إجابة لا بالتأكيد أختي العزيزة نحن دائما نتلحف بدعم أشقائنا العرب فور أن وجهت دولة فلسطين الدعوة لعقد دورة طارئة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري حصلنا خلال ساعة على عشر رسائل دعم من الدول العربية الشقيقة وقد جرى الدعوة لهذا الاجتماع بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأيضا المغرب بصفته رئيس للدورة الحالية وجميع الدول العربية وسيعقد الاجتماع خلال أيام ونعتقد بأن الوقت المناسب لعقده باعتباره اجتماعا وزاريا يوم الأربعاء على أن يسبق هذا الاجتماع اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير له نتوقع أن يصدر من هذا الاجتماع رسالة سياسية لا تقبل اللبس بأنه لن يكون هناك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون أن ينال الشعب الفلسطيني حقه في الحياة حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس هذه الرسالة التي هي نابعة بالأساس من مبادرة السلام العربية التي تبنتها جمعة الدول العربية عام 2002 والتي ببساطة تقول بأن أولا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ثانيا حق العودة للاجئين الفلسطينيين ثالثا تجسيد استقلال دولة فلسطين وثم يكون هناك ما يمكن أن نسميه السلام الإقليمي وليس قبل ذلك نحتاج من أشقائنا العرب الدعم الحقيقي من خلال العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال أيضا الدالة الاقتصادية التي لدى الدول العربية والتأثير العالمي لدى الدول العربية ونقول لأشقائنا العرب سواء من على شاشتكم أو من منبر جامعة الدول العربية لا تتركوا هذا الاحتلال الإسرائيلي المتوحش الذي يقتل أطفال هذا النظام الفصل العنصري لا تتركوه يستفرد بالشعب الفلسطيني نعم سيد مهند جئت على ذكر جزئية مهمة جدا وهو ربما الثقل لبعض الدول العربية من خلال علاقاتها ربما الثنائية وتأثيرها في ربما إيجاد حلول إذا جاز التعبير هل هناك أي اتصالات في هذه المسارات للتدخل من بعض الدول العربية كمسار ربما للتوسط للوساطات لإحلال التهدئة لهذا التصعيد الحاصل الآن في غزة نعم أختي العزيزة المملكة العربية السعودية تجري اتصالات بكثفة في إطار وقف العدوان الإسرائيلي وحتى اندماء الشعب الفلسطيني أيضا جمهورية مصر العربية لها دور مهم جدا في إطار الحصول على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية نحن نثق بأن أشقائنا العرب يجرون اتصالات مع الشركاء الدوليين نعلم أن الوضع معقد جدا نعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بشن حرب لا هوادة فيها على الشعب الفلسطيني من خلال تدمير البنية التحتية الفلسطينية من خلال تدمير الأبراج السكنية في قطاع غزة من خلال حرق القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من خلال الاعتداء على المسجد الأقصى فلذلك نحن عندما نتحدث عن وقف العدوان لا نتحدث عن وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أطفال غزة وعلى الشعب الفلسطيني والمدنيين في قطاع غزة فقط ولكن نتحدث عن وقف العدوان على المقدسات الإسلامية على المسجد الأقصى على المقدسات المسيحية في مدينة القدس ونتحدث عن وقف العدوان على الأطفال لدينا 160 طفل فلسطيني أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي لدينا عشرات النساء المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني مر على سجون الاحتلال الإسرائيلي 240 فلسطيني استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة التجارب الطبية العنصرية نتيجة الأهمال الطبي العنصري بحقهم وهذه العقلية العنصرية نحن بحاجة لحماية دولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل حماية الشعب الفلسطيني من إرهاب هذه الحكومة الإسرائيلية من إرهاب هذه العقلية الأبرتايد كيف لهذا العالم الذي يدعي الحرية أن يتقبل وجود نظام فصل عنصري يفرض نظامين وقانونين في بلد واحد في الضفة الغربية نظام عسكري ضد أهل البلد ضد الفلسطينيين ونظام مدني متساهل وحوافز مع المستوطيني الإسرائيليين نظام الفصل العنصري هذا يجب أن يجرم نطالب أن تقوم محكمة جنائية الدولية بمحاسبة المجرمين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها على مدى السنوات الماضية نحن منذ عام 2015 وحتى الآن ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بواجبها بموجب ميثاق روما الأساسي لفتح وإنجاز التحقيق مع المجرمين الإسرائيليين ننتظر من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدرج إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال للذين يقصفون المستشفيات للذين يقصفون بيوت المدنيين الآمنين للذين يقصفون المدارس لدينا أختي العزيزة عائلات تم إبادتها بالكامل بلا هوادة وبلا رحمة ولم يبقى منها حتى طفل هذا هو الاحتلال الإسرائيلي المجرم هذه هي العقلية العنصرية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني التي ترى أن لهم الحق بأن يعيشوا وأن الفلسطيني يجب أن يكون خادما عندهم وإذا قتل الفلسطيني فهناك ألف مبرر لذلك من القاهرة كنت معنا السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية شكرا جزيلا لك سيد مهند لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر